اهلا بكو حبيب ميدليرن في كل مكان معاك الدكتور طارق عبد الحميد مرة تانية الحقيقة الحالة النهاردة بتاعتنا في الـ continuing medical education في ميدليرن اي عبارة عن واحدة جايالك او جايال حضرتك في الايادة عندها 25 سنة او في المستشفى complaining of a sudden attack of fever and severe abdominal pain قال لها fever young age دي ومعاها severe abdominal pain on examination she has tenderness لقينا tenderness regarding worry bound and rigidity يعني لقينا مجموعة حاجاتها the patient قالت ان عندها قال لها similar attacks in the past قال لها attacks مشابهة قبل كده that were precipitated by menstruation she also has rash and arthritis لقينا عندها rash يعني كان شكله كده بالمنظر ده الراش ها الصورة دي كان في arthritis with pain out of proportion of the swelling يعني pain جامد بس زايد اوي الاكتر من الـ swelling الموت laboratory investigations showed leukocytosis وفي neutrophil predominance يعني neutrophils عليها with elevated acute phase reactants كلها زي الـ ESR C-reactive protein Fibrinogen كل دي كانت ايه عالية هذه السيدة جات باختصار بـ attack of severe abdominal pain وفيفر معاها tenderness في البطن و guarding و rebound و rigidity قالت لنا ان فيه similar attacks او قالت لحضرتك او حضرتك similar attacks في البطن بتجيلها كل شوية precipitated by a menstruation كان فيه عندها الراش اللي احنا شايفينه ده و arthritis اللابوراتري شوفنا اليوكوسايتوزيز و increase في الـ ESR والنيوتروفيلز عالية و C-reactive protein و fibrinogen فيه حاجة ايه حصلة زي ما احنا شايفين كده السؤال هنا what type of treatment this patient will likely need فدي محتاجة حضرتك او حضرتك تفكروا لنا في احتمالات ايه الـ preliminary diagnosis و most likely treatment اللي العيانة دي هتاخده هيكون ايه والاجابة كعادتنا في غضون 48 ساعة السؤال ده بقى عاوزكوا ايه تلففوه مع بعض وتناقشوه عشان ايه الحالة حلوة و عاوزة ايه اجابة حلوة انا اتشرف بانه يريد تحطونا بس اسماء الديول برضو والاجابة دي صح اول واحد او واحد انا اطلع بنفس اشكرهم ايه على اليوتيوب بصراحة يعني او عندنا في ميدلاندوت اكاديمي الجديدة بتاعتنا اللي فيها كل الفيديوهات واللي هي حبيت اقول لكم عليها انها حاليا متاحة معظمة اولمست مجاني في شوية حاجات بس بالغزائي ده مبسوط حاجات صغيرة قاوية على كل غالبية مجاني اللي هنا هوت عندنا كل بقى زي ما بسميها دقيمة لذة وطابة في عالم الميدلسين من ECG بأنواعك وكذا كورس خمس كورسات ECG continuing education x-ray radiology medical therapy كل البطنة وكل fast medical review موجودة عندنا وفوق كده كمان أنا أضفط لكم حاجة جديدة نقول لها الالكترونيك بوكس عملية ولذيذة بسميها digital medical assistant مجموعة بقى كده منها الميد أطلس differential diagnosis clinical diagnosis وانت جانب العيان إيه الأسئلة اللي تتسائل بالسرعة وإيه الindication سيجي في دماغك أو دماغي top 100 prescription drugs وquick comments عليها ستايل الالكترونيك بوكس ده جميل جدا الناس مبسوطة منه قوي أعداد بالألاف داخل عليه الحمد لله ومتاح عليها المجاني احتمال على آخر الأسبوع ده يبقى بفلوس فبس إيه عشان بس أبقى إيه أمين معاكم قولوا للناس كلها إنه هو اللي عاوز يدخل بيريجيستر اسمه enroll يعني بس يريجيستر اسمه والإيميل يبقى جميل جدا ويقدر يتحصل على الالكترونيك بوكس وأهلا بكم معانا في midler.academy وما تنسوش إيه حل السؤال ارجعوا له تاني بقى واسمعوه وقوليلي إيه الحل إيه بسرعة وأول واحدة يحلها قولنا هطلع أشكره بنفسي دي تستاهل أصلا كيس إيه حلوة الكيس اللي ايه اللي اتكلمناها عن ال young female woman دي اللي عندها الأعراض اللي شفناها وزي ما قولنا midler.academy متاحة مجاني واللينك اللي هطلقوا تحت الفيديو ده إن شاء الله وإلى اللقاء إن شاء الله مع الإجابة قريبا بإذن الله باي باي اشتركوا في القناة